تكلمنا عن العناصر التسعة ورح نتكلم عنها الآن بشكل إضاحي أكثر فشرائح المجتمع يحدد المجموعة المختلفة من الناس أو المنشآت التي تستهتفها منشآت والتي تقدم لها المنتج هل يمكن وصول لهم؟ وهل لديهم الدوافع لسلعتك؟ هل هم أفراد أو منظمات؟ فكلما أجبنا على هذه الثلاثة الأسئلة كلما حددنا فعلاً شرائح العملاء لا نستطيع أن أحدد شرائح العملاء ما لم يكن لدي إجابة هل يمكن أن نصل لهم؟ نعم أو لا إذن أنا ما وصلت إلى شرائح العملاء نعم أنا وصلت هل لديهم الدوافع للشراء؟ هل عندهم فعلاً منتج قيمة مثلاً ألف ريال هل فعلاً عندي مجتمع أو عندي عملاء سيدفعون الألف ريال؟ إذا لا بد أن تكون هذه إجابة واضحة هل هم أفراد؟ هل أتعامل أفراد؟ أو أتعامل أنا مع منظمات وهذه تعطيني فعلاً طريقة في عملية تنفيذ أهدافي لأعمالي هل هم فئة مخصصة أو جماهيرية؟ هل هم فعلاً فئة معينة؟ أو هم جماهيرية أكبر من المخصصة؟ بمعنى هل هم فعلاً من يستهلك هذه السلعة هم جزء من المجتمع؟ فئة مخصصة معينة لا أستطيع الخروج منهم؟ أو هم جماهير هم يعتبرون المجتمع كامل؟ القيمة المكترحة هي حزمة المنتجات والخدمات هي توجد قيمة لشريحة محدة من العملاء أي أن المشاة تقدم القيمة لحل مشكلات العملاء أو تلبية حاجاتهم هي القيم التي يستوجه إليك العملاء بسببها ومعنى آخر هي الميزة التنافسية ولابد أن نحدد الإجابة على ما يلي هل خدماتك أو منتجاتك تحل مشكلة؟ أو تساعد العملاء على إنجاز أعمالهم؟ أو هل ستقدم منتجاً جديداً كلياً؟ الثاني هل سلعتك ستقدم السعر المناسب؟ أو السعر الممتاز؟ أو التصميم الملائم؟ هذه الأسئلة لابد من معرفتها ولابد من معرفة الإجابة عليها قبل البدء في تنفيذ الأعمال القنوات يقصد بها تحديد كيفية تواصل منشأة من المنشأات مع شرايح عملائها كيف نصل إلى عملائنا؟ كيف أكسبهم القيمة المكترحة؟ كيف أضيف العملاء إلى قائمتي؟ كيف أضمن هؤلاء العملاء لأن يكونوا فعلاً لهم الولاء لهذه المنظمة؟ نتيجة التمتعهم بالخدمة المقدمة أو المنتج المباعر له ولابد أن يكون عندك إجابات على مجموعة من الأسئلة أولاً كيف ستصل للعميل؟ ما هو الأسلوب أو ما هي الطريقة التي ستصل بها إلى العمل؟ الثاني يجب أن تعرف أي من قنواتك سيعمل بشكل أفضل وهل هي متكاملة أو تحتاج لبعض إضافات؟ أحياناً تجد أن عندك أكثر من قناة لازم تعرف بالضبط أي قناة هي الأفضل أي قناة هي الأقوى؟ أي قناة هي فعلاً المكتملة التي ستصل للعميل في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة وتضمن لك العميل المناسب لتقديم أو الاستفادة من الخدمة أو الاستفادة من المنتج العلاقات مع العملاء يركز على الاهتمام بالعلاقات مع العملاء ويهتم بتحديد أنواع وأشكال العلاقات التي تنشئها منشأة ما مع شرائح عملائها المختلفة فكلما كان عندنا فعلاً اهتمامنا إحن كأصحاب منظمات بعلاقاتنا مع العملاء تواصل التكوين علاقات معينة تتسم بنوع من الثقة تتسم بنوع من الترابط إلى آخره كذلك لابد أن يكون لدينا كيفية معرفة العميل كيف نصل له هل هو معك هل هو يتفاعل معك إلى آخره مصادر الإرادات هي المبالغ المالية التي تولدها المنشأة من شرائح عملائها يجب عليك معرفة عن أي طريق سيتدفق المال يعني عملائك من فين بيدفعوا لك هل فعلا لديهم مبالغ مالية يدفعوا قيمة هذه المنتج أو قيمة هذه الخدمة أو لا كيف سيدفعون العملاء هل هم يفضلون الدفع عبر كاش هل هم يفضلون الدفع عبر الوسائل الأخرى إذن لازم توفر لهم هذه الوسيلة التي تناسبهم حتى تستطيع أن تصل إلى مرحلة ما يسمى تدفق المال إلى المنشأة ما هي القيمة التي سيكون العملاء مستعدين للدفع مقابلها يعني هل أنت راح تقدمهم شي يحس العميل أنه فعلا أنا والله دفعت مبلغ كذا وفي سلعة تستاهل هذه القيمة إذا لابد أن تكون كذلك واضحة لديك من ضمن الأساسيات لمعرفة مصادر الإرادات الأنشطة الرئيسية هي الأنشطة التي يجب على المنشأة ما القيام بها لتخرج بخدمة أو منتج يحتاج عملائها يمكن تصنيف الأنشطة الرئيسية إلى الإنتاج ويقصد بالإنتاج طريقة الإنتاج عملية الإنتاج ما يتعلق بالإنتاج من حيث الموارد ومن حيث العمليات ومن حيث الإنتاج من تلك العمليات الثاني حل المشكلات ويقصد بحل المشكلات التي قد تطرق لتنفيذ الأعمال أو خط صير الإنتاج قد نجد أن هناك مشكلات في عملية الإنتاج في عملية العمليات يكون عندي مجموعة من المشكلات إذن كيف لنا أن يكون لدينا مقدرة في حل تلك المشكلات هل لدينا خطط فرعية للخطة الرئيسية باستخدامها كداعمة الخطة الرئيسية حتى نستطيع أن ننفذ الأعمال بالشكل المناسب بدون الرجوع إلى الخطة الرئيسية أو تعديلها لابد أن يكون عندي سرعة في حل المشكلات حتى أستطيع أن أقوم بتقديم الخدمة أو تقديم المنتج للعملاء في الوقت المناسب وبالشكل المناسب وبالجودة المناسبة المنصة ونكتب المنصة كيف لنا نوضح لعملائنا طريقة تنفيذنا لأعمالنا كيف لنا أن نصل إلى هؤلاء العملاء عن طريق منصات معينة في عملية التنفيذ الموارد الرئيسية وتصنف هذه الموارد إلى المادية ونكتب المادية جميع ما يتعلق بالمنظمة مباني، آلات، معدات، أجهزة إلى آخرة الفكرية، رأس المال الفكري، البشر الموجودين عندنا، الأفكار البشرية أصحاب الفكر الريادي، هذه كنت تعتبر من ضمن الموارد الرئيسية البشرية وهم جميع الموظفين الموجودين لدينا من حيث المنفذين، من حيث المخططين، من حيث المفكرين، من حيث الإدارة العليا كذلك المالية، رأس المال الموجود لدي، هل رأس المال الموجود لدي؟ كم رأس مالي الذي سأبدأ به هذه الشركة؟ أو الذي سحققت من أرباح سابقة في تنفيذي لأعمالي؟ الشركات الأساسية هم شبكة الموردين والموزعين والشركاء الذين يساهمون في نجاح عمل منشات ما هدفها تقليل المقاطر أو التحسين أو الحصول على موارد معينة من خلال هذه الشركات كلما كان عندك شركات قوية، كلما استطعت أن تنفذ عملك بنجاح وكلما كان لديك كذلك تقليل المخاطر كلما كان كذلك تحسين في تنفيذك لأعمالك لماذا؟ لأن كلما كان لديك موردين كثر، موردين أقوية كلما كان لديك فعلا انطباع أن جميع ما تحتاجه من موردين رح يصلك كلما كان عندك موزعين أقوية، كلما كان عندك موزعين أصحاب قوة ونفوذ كلما استطعت أن تنفذ أو أن توزع خدماتك أو منتجاتك على أكبر شريحة ممكنة الشركاء الذين سيساهمون معك في نجاح العمل هم الأساس في عملية تقليل المخاطر لا سمح الله، هم الأساس في عملية كيفية الحصول على موارد معينة من خلال هؤلاء الشركاء في تنفيذ الأعمال هيكل التكاليف الهياكل، الهياكل يقصد بها المدفوعات بالتكلفة ما هي تلك المدفوعات التي ستأخذ في عين الاعتبار أنها قد ترتبط بالهياكل، ترتبط بالتكاليف الخاصة بهذه المنظمة المدفوعات بالقيمة كيف لنا أن نعي أن لدينا مدفوعات تأخذ بقيم معينة ولا بد أن نعي أن هذه المدفوعات تستخدم لتنفيذ أعمال معينة استرتبط بإدارات معينة بخط سير إنتاج معين إلى آخره